اشتركوا في القناة الى الكيان الاثيوبي الى التخريب الى الدمر الى ان لا تكون اثيوبيا كدولة اذا اذا كانت هذه الثلة من الجماعة الارهابية تسعى الى هدم كيان كدولة اثيوبيا لها تاريخ وعاراقة وتاريخنا يشهد وبفضل الله اننا لم نستعمر هذا يعني يعتبر شرفه ليس لنا لجميع الافارقة واننا اخرجنا العدو الغربي في معركة عدوى التاريخية وشهد لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها ارض صرق هذه كلها الدورة اثيوبيا هل برأيك هل نسمع لمثل هذه الثلة من المتمردين ان يخربوا بلادنا بامكانهم هم طبعا لا يسيطرون كما قلت على الاثيوبيا ولا زعزعة الاستقرار لانه في بداية الامر كانوا يعتبرون الشعب الاثيوبيا انهم يدخلون في حوار البنة ويبنون على اقليمهم ويحترمون اقليم شعبي اقليمهم كانوا غافلين عن الامر ولكن بعدما عرفوا نياتهم تأهبوا من بكرة ابيه وهذا طبعا صلابة الدولة الاثيوبية وصلابة الشعب الاجتماعي الاثيوبي ان سيد الاجتماعي الاثيوبي لم يسمح ان ينجح هذا الارخابيين على الاطلاق وهم طبعا بدأوا يتقهكروا بدأوا يفقدوا السيطرة على الودع في المناطق الذين دخلوا به وهذا هم اعتبروه انهم فوزا لهم ولكن استدراج نوعا من الاستدراج استدرجتهم قوات المصلحة الاثيوبية ودخلوا مناطق ساسعة والان اين يرجعوا كيف يرجعوا متى يرجعوا لا يعرفونه بكسافة هم بعداد كبيرة جدا تستسلم الاطفال الصغيرين حتى وجدوا الاكل القوت عندما استسلموا لم يجذوا به لم يأكلوا منذ مدة منذ مدة ولذلك المطر طبعا في اثيوبيا الان في موسم المطر المطر فوقهم يمطر بكسافة بكذارة فبالتالي ابدا مهما يكون المساعدتهم الغربية لا يمكن ابدا ان يسيطروا على اثيوبيا لمن لانه الشعب الاثيوبي حي حي وهذا استنتجته عندما تأهب الشعب الاثيوبي بمساعدته بمساعدة القوات المصلحة والشباب اندموا بكسافة اندموا بقوات المصلحة ودخلوا المعسكرات كلها حتى الشعب العفري الراعي معظمهم ريفيين والان يدفعون الفاتورة للدفاع عن الوطن فلذلك تاريخ لا يسمح ان يعدي واحد عن عندنا جاءت كثير من الحروب جاءتين عن طريق البحر ونحن كنا على شاطئ البحر الاحمر فبالتالي كان اجدادنا يعرفون ذلك انهم لم يجد في التاريخ عد من العفر ودخل في اثيوبيا او عدوا عد من مناطق العفر ودخل في اثيوبيا وبالتالي ان الشعب العفري عرفوا عرفوا والقيادة العفرية عرفت ذلك فبالتالي الاحمد لله النتائج كلها ملموسة فهذا التكوين الارهابي تنفيذ بعض العمليات الارهابية ممكن لانه لا يريد الخير للجميع ولكن السيطرة على حكم الاثيوبيا وزعزع الاستقرار الاثيوبيا الاستقرار على الشعب على اثيوبيا بيد الشعب النبيل الشعب السم فلذلك اذا كان الاحساسي صادق وهم الخسرانين في اقل عشرة ايام نعم استاذ ابكر المضحك والمبكي ان هؤلاء الجماعة الارهابية وهم في سجنة الحكم لمدة 27 سنة يعني لم يرى منهم ابناء جلدته وعممتهم الخير واستغلوا بتفرقة بتفرقة الارومي عن الامهري بتفرقة الامهري عن القراغي عن الجنوب السلطة وهكذا جعلوا مشاحنات وجعلوا قنابل موقوطة في كل اقليم لكي تستمر هذه الحفنة من الجماعة الآن ليست الحكومة الشعب يريد ان يزدهر يريد ان يتطور اثيوبيا لديها موارد مائية لديها موارد معدنية لديها موارد زراعية لديها موارد بشرية لديها موارد طبيعية موقعها الجيوسياسي يعتبر فعال واستقرار اثيوبيا من استقرار المنطقة ولها ثقلها ووزنها في القرن الافريقي وفي افريقيا اذن هؤلاء يريدون أن يسببوا صداعا لإثيوبيا يريدون أن يكون حكومة أو جماعة إرهابية تكون تمرر أجندات للغربيين والأمريكيين لكن هيهات كما رأيت أريد أن نستطلق هنا كيف رأيت الدعم المعنوي والمادي والجسدي من قبل الشعب الأثيوبي اللحمة الوطنية الوحدة التكاتف حتى أنه أصبح يقدم كل ما عنده وليس بعض ما عنده أصبح يقدم ابنه ويقدم أخاه وأباه وتقدم زوجها النساء في إقليم عفر في إقليم أمهر الآن يعني هم أصبحوا أكثر من الرجال في تقديم المساعدة كيف رأيت هذا التكاتف الشعبي مع الحكومة صحيح أن الشعبي اللي سيبدأ شعبي واعي شعبي يعرف الخير من الشر ولذلك هم كانوا يظنون أنهم كما قلت زرعوا الفتنة بين القبائل وغيرهم أنهم يركزون على الناس الذين على الناس الطافهين لو رأينا إقليم العفر زرعوهم عمره ما دخلوا المقاعد الدراسة لم يدخلوا فيها وسيطروا فيه والعفر زعلت عن ذلك وأطوا هنا خلاص انقطعت السلة بين إقليم العفر وإقليم وفيدرال في ذلك الفترة الحكومة المركزية لم نعطيكم من ميزانية ولم نعطيكم ولذلك صبر الشعب العفري والشعب الإثيوبي جميعا لأن يقيس يقيس الصبر على الشدائد ويقيس العقل على الحوار فبالتالي المجتمع الإثيوبي مجتمع واق وقيادة الإثيوبية أيضا الدكتور أبي ألقن الشعب الإثيوبي وقرب إليهم أنه نريد الديمقراطية الحقيقية والمعارضة كذلك معارضة الذين كانوا يحكمون عليهم كانت بدأوا أن يتقربوا على الشارع يتقربوا على الشارع المعارضة دعمت كما قلت في الانتخابات لأول مرة اعترفت المعارضة بنزاختها بنزاختها قبل غيرهم فبالتالي حتى المراقبين الذين جاءوا من الخارج اعترفوا أنه بنزاختهم فبالتالي كانوا يحملون الأمل وهذا شيء اعتراضي وليس أسازي فبالتالي الشعب الإثيوبي عندما رأى عندما رأى أن دكتور أبي أحمد قال في فمه أن تاريخ هذا الحفن هذا الجنطة من أيام الدرق كانوا يكبرون ويترزقون بمرازق الدولة بمرافق الدولة ومساعدات الدولة استعمال موارد الحكومة موارد الحكومة نفسه كانوا مثلا يعملون هذا فبالتالي عندما دخلت القوات الإثيوبية لتحقيق الأمن والسلم والقانون بدأوا يتأهب الشعب المساكين خوفا لهم يعني استطاعوا أن يقنعهم ويغسلوا دماغهم فبالتالي لما رأوا هذا القوات الإثيوبية طبعا اتخذت القرار حكيم ليس من شأنهم ولكن بشأن الشعب التجراي أنهم لا يريدون التدميرهم ولكنهم تحقيق الأمن والسلم انسحبت القوات الإثيوبية على حدود معينة ثم كادوا يعملون كان الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية لم تكن بعيدة عن الشعب الإثيوبي فبالتالي عندما فاجأوا كما قلت عندما جاءوا اللماتة في أول حدودهم أو في تلك المناطق تفاجأت الشعب وتفاجأت الحكومات ماذا يريدون عرفوا أنهم لا يريدون الخير لإثيوبية ويريد إذا لم يحكموا الإثيوبية وهم عايزين يخرجوا في كل إثيوبية دخان الأسود بمعنى الحرب نعم بمعنى الحرب فبالتالي الشعب الإثيوبي تأهب ليس التأهب حبا للحرب ولكن إحراغا للسلم لأن أحيانا الحرب يحقق السلم يحقق الديمقراطية يحقق التنمية فبالتالي كل إقليم له مسؤولية في حدوده في بحدود في معين ولكن هم كانوا يدعون أنهم يحرق في بيت معين وهذا الحريق لا يؤدي إلى بيتك إن تنم هذا قال رئيس الإقليم العفري هذا ما قاله بلفز واحد هم يقولون أن الحرب في الأمهرة في الأمهرة بمعنى إذا كان البيت واحد عشر غرف والسالون هو هو فدرال حكومة المركزية نعم والغرف هو الأقاليم نعم فلذلك يحرق الغرفة بمعنى أمهرة ولم يعدي إلى أرومو وهذا كذب كبير جدا لأنه بعيد عن الواقع فبالتالي تأهبوا يا شعب العفري غال وهذا النداء طبعا أخذت مغزة مغزة عند العفر الآن أكثر من أربعمائة ألف عفري صغير وكبير يشاركون في الحرب لأنه حرب إبادة ينمون له إذا وجدوا الفرصة يبيدون الشعب العفري كلها يدمرون كل البنية التحتية العفر ويصلون إلى الطريق الحيو الجبوتية عن الإثيوبيا فبالتالي الشعب الإثيوبي ليس الآن له طاريخ عريض جدا في العدوى طاريخ عريض جدا في اتحاد الإثيوبيا الشعوب كلها شاركت فيها في تلك الحروب فلذلك نبهه القيادات قيادات نصرة القيادة هي الوسيلة الوحيدة للنصر قال طيب السيد أبو بكر الحكومة الأثيوبية ممثلة بولئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد حتى مع وجود هذه الجماعة الإرهابية ومع وقف إطلاق النار الأحادية الذي كانت تسعى في مجال التنمية وتفتتح المصانع والشركات ورأينا أن الحكومة الأثيوبية قدمت المساعدات والإغاثات 70% زرعت 70% من الأراضي الصالحة للزراعة وخرجت لكن رأينا في البيان الأخير الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء أن هؤلاء لم يكن فيهم خيرا لأنفسهم ولأهلهم إذن لا بد للحكومة أن تدخل مرة أخرى وتحق الحق وتردع الباطل لكي يستمر هذا الازدهار أنا أريدك أن تنوية هنا أو ترسل الرسالة من هذا المنبر للمجتمع الدولي الذي يسمع الإدعاءات الكاذبة لماذا لا يأتي ويرى الحقائق بنفسه لماذا لا يرى الحقائق من جميع الأطراف لماذا فقط يعني يطبل لجماعة إرهابية يعني ليست حتى حكومة معارضة لو كانوا حزب معارض يعني لا مشكلة لكنهم جماعة إرهابية تسعى لنشر الفساد في الأرض رساد كل مجتمع الدولي أعتقد أخي العزيز أتمنى أن يفهم الجميع بدأوا بدأوا أعتقد أن المجتمع الدولي ليس بإمكانهم أن يفهموا بما يحصل هذا لأن الأمريكا قيادة جديدة يبدو والمجتمع الدولي طبعا فقدت قيادتين الذي كانت لهم زمان معسكر الشرقي ومعسكر الغربي والمعسكر الغربي هو الوحيد الآن مسيطر عن الودع ربما النظام السائد في هذه الحالة لا لا يحملون برقرام أو البرنامج معين ل إدانة الباطل فبالتالي ترى ترى الآن اليمن يحرق وكذلك يحرق العراق حتى الآن لم يجد فيه لأنه أغنى أغنى دولة في العالم لأنه مية عزبة والنفط والنفط أراضي الصالحة للزراعة والتركيبة البشرية المجتمع كلها متعلمة أيضا فبالتالي ماذا تنتظر عن مجتمع الدولي مجتمع الدولي مشرول تماما لأنه هو ينفذ ويخطط بأجندات خفية سياسية فقط ولم يطابع على الإطلاق أنه ما هو باطل وما هو حق في السودان مؤلحلة أيضا والآيادهم القفية دائما تخرب الدنيا الإثيوبيا لا بد أن تعتمد على شعبها وعلى قيادتها وهذا هو مخرج الوحيد له شفت كيف لكن مجتمع الدولي الآن يضغط على حكومة إثيوبيا يضغط وهذا وهذا هو غطرسته وهذا وهذا لم يؤدي نتائج إذا كان الشعب الإثيوبي شعبي صلابة الشعب الإثيوبي والنصيد المجتمع الإثيوبي إذا كان موحدين أنا متفائل جدا أن مجتمع الدولي لم يفعل شيئا ماء لم يفعل شيئا ما والآن ترى على حدودنا القريب يمن يمن يا أخي أخلت الأبيض واليابس النار أخلت أخذت النار أكلت النار الأخضر واليابس فلذلك لا نعول عليه مجتمع الدول على الإطلاق أما الضغوطات التي نرها هذا ضغوطات يعني كلها يعني بمصلحتهم بسياستهم هم بالتأكيد أن ليس بيدهم شيء أنه أحيانا ممكن مصاعدات في مجال معينة ممكن تنقطع لكن يقول رئيس الوزراء البريطاني في أيام الحرب العالمية الثانية أدملكم يا شعب البريطانية الدموع والدم الدموع والدم فلذلك لا بد أن نعمل كإعلاميين بناء وتهيئة الرأي العام كانوا يقولون في ذلك الفترة النساء البريطانيات كان تستحم في الماء وصم هذا الماء تدع في الإناء معينة وتمصح الأرض وتعمل النزافة فيها لهذا يعني لشدة المراعاة الوقت مراعاة الوقت مهم مهما يكون الأمر الغربي لا يساعدنا لا يساعدنا لأنهم عرفنا أنهم كذابين أنهم يعملون أجندة معينة حتى الشعب العفر يقول إذا كان الإنسان نام حقيقة يسحى وإذا نام كيدا لا يسحى أبدا لا يسحى أبدا مهما تدربه ومهما تصيحه لأنه عارف إنه تصعه صح فلذلك لم يستجب نداؤك الغربي يعرف الحقيقة تماما ولكن لا يريدون الخير لها لأنه كما قلت في البداية هما نحن لابد أن نكون ضعفاء في نظري ضعفاء في الاقتصاد ضعفاء في اجتماعيا ضعفاء سياسيا لا يريدون دولة قوية في أفريقيا على الإطلاق ولا في الدول العالم الثالث على الإطلاق في دقيقة رسالة أخيرة توجهها للشعب الأثيوبي في الداخل الخارج والله إذا كان إحساس الصادق لا يحتاج الشعب الأثيوبي الآن ندائي استمع كثيرا من النداءات الحكومة الأثيوبية الحكومة الأثيوبية والشعب الأثيوبي لا يوجد مساحة تفصلهم عنه فلذلك التجاذب والمناورات العالمية لم تؤثر على تقدمنا على تنميتنا على نصرنا على الإطلاق ولكن لا بد أن نعول على نفسنا نعتمد على نفسنا نعتمد على إمكانيتنا نعتمد على قوات ذاتية لنا إذا كان نحن فعلا نؤمن إننا قادرين أن نحقق النصر أن نغير الواقع كل شيء بيدنا يا شعب الأثيوبي لا بد أن تتعهبوا وتستعدوا للتدحية حتى نصلم البلد المتطورة من جيل القادم إن شاء الله أستاذ أبو بكر علي محمد محرر للبرامج في هيئة الإذاع والتنزيون الأثيوبي في القسم العرف عفري عفوا شكرا لك لقدومك وحضورك ورحاب صدرك وإعطائك من وقتك لنا أعزائي المشاهدين من هنا أوجه رسالتي أنا أيها الشعب الأثيوبي أنتم هم الصف الأول في الداخل والخارج جهودكم ملموسة في مواقع التواصل الاجتماعي تدافعون عن بلدكم وتلحضون الادعاءات الكاذبة من الجماعة الإرهابية المجتمع الدولي لا بد أن تروا الجانبين لكي تقفوا على الحقائق فالنظر إلى الجانب الواحد لا يعطيكم نظرا واضحا لجميع الحقائق أنتم الذين احتفيتم بالازدهار والتطور قبل سنتين وكرمتم رئيس وزرائي الدكتور أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام ماذا دهاكم الآن لماذا لا ترون الحقيقة لماذا لماذا تريدون أن تغمضوا أعينكم عن الواقع الشعب الأثيوبي لا يريد أي حرب يريد السلم والأمن والاستقرار وتطور والازدهار وإحقاق الديمقراطية الحقيقة لكي يكون من مصاف الدول التي تستفيد من مواردها كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا إذا أبدا الشعب الأثيوبي بلحمته بوحدته سطر التاريخ وسيسطر التاريخ وسيذكرنا الجيل بعد الجيل أن هذا الشعب في هذا الوقت الذي تضافرت جهوده المادية والبدنية والمعنوية في خدمة بلده سنكون كما كما نذكره أجدادنا سيذكرنا أبناؤنا وأحفادنا فلنهب إلى النداء الوطني الذي أصدرته حكومتنا الرشيدة إلى لقاء الآخر وضيف الآخر في برنامجكم برنامج ساحة حوار مني عبد الحميل محمد سراج سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته ترجمة نانسي قنقر